لم يبنيها علي عبدالله صالح موقف دولي متشدد من تسمية الانقلابيين رئيس حكومة من طرف واحد لأنه الحصاد المتوقع لأكثر من عامين من المراوغة التي عطلت الوصول إلى حلول سياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد قرر الانقلابيون بهذه الخطوة الهروب إلى الأمام وربما إلى المجهول لكن طوق العز التي يضيق عليهم أكثر فأكثر في ظل تضاؤل الفرص بإمكانية نجاح الأمام المتحدة في إطلاق جولة جديدة من المشاورات فرنسا من أوائل الدول التي سارعت إلى رفض خطوة الانقلابيين تسمية رئيس لحكومة الإنقاذ المزعومة بيان لوزارة الخارجية الفرنسية شدد على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن الذي يمثل السبيل الوحيد الكفيل بمنع تفاقم الوضع الأمني والإنسان مجددا بريطانيا من جهتها وعلى لسان وزير شؤون الشرق الأوسط توبياس الوود اعتبرت إعلان الحثيين وصالح عزمهما تشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني بشكل أحادي تحديا مباشرا لعملية السلام الجارية بتسهيل من الأمام المتحدة ويقوض الالتزامات بإنجاز تسوية سلمية للصراع في اليمن الوزير الوود عبر عن قلقه من استمرار الخطوات التي يتخذها تحالف الحثيين وصالح السفير التركي لدى اليمن لافيند إيليرا أكدى خلال لقائه الرئيس عبد الرب منصر هادي إدانة بلاده للقرارات الأحادية الجانب لمليشيا الحثي وصالح بتسمية رئيس حكومة إنقاذ وقال إنها تشكل عائقا أمام مهمة إحلال السلام تشكيل الحكومة كما هو الهجوم على سفينة الإغاثات الإماراتية تصعدان يعبران عن عمق الأزمة التي يعيشها الإنقلابيون في هذه المرحلة خصوصا بعد الضربة القوية التي تلقاها إثر نقل البنك المركزي إلى عدن وانتهاء أهم مظاهر سلطة الأمر الواقعة في صنحة